شركة مارفيلة هوست الداعم الرسمي لقناة ألغوريتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس جديد من دورات تعلم الجاباسكريبت أحيانا عندما نكتب كود برمجي بأي لغة كانت فنحن نتوقع تنفيذ شيء معين لنتفاجأ بحدوث عكس المتوقع أو قد لا يحدث أي شيء فنحتاج إلى وسيلة تساعدنا على اكتشاف الأخطاء وتتبعها وتصحيحها في النهاية لحسن الحظ يوفر لنا متصفح جوجل كروم أدوات تساعدنا أثناء عملية التطبير نستطيع أن نصل إليها بالضغط على الزر الأيمن للفأرة ثم على انسبكت هنا ستظهر لنا مجموعة من الأدوات المساعدة والتي يوفرها لنا هذا المتصفح في بداية ناهاته يمكن أن لا نتعامل مع كثير من هذه الأدوات فكل أدات وهي مفيدة في مرحلة معينة أو في شيء معين نحن سنتعامل كثيرا مع الأيمنت هنا ومع الكونسل طبعا هذه الأدوات لها فائدة لكن نحن لن نتطرق إليها حاليا لأننا لا نحتاجه فكل أدات هنا متوفرة هي مفيدة وتقوم بغرض معين أيضا أردت أن أقوم بإضافة هذا الفيديو لأنني كثيرا ما سأفتح هنا هذه الأدوات وأستخدم الأيمنت وأيضا الكونسل فهنا المشاهد سيكون على دراية وسيكون على علم لماذا دائما أقوم بفتح هذه الأدوات والتعامل معها إذا لدينا هنا الإليمنت هذه سيتم فيها عرض كود الصفحة الحالية نلاحظ الكود الذي قمنا بكتابته هنا هو نفسه الموجود هنا نستطيع أن نقوم بالتعديل نستطيع أن نقوم بحث بإضافة كود أي شيء نستطيع أن نقوم بعمله أيضا نستطيع هنا أن نقوم بالتعديل مثلا مباشرة على السي أساس هنا هذه الأدوات هنا عندما نقوم بتحديدها تصبح بلون الأزرق أستطيع أن نقوم بتحديد عنصر معين هنا في الصفحة وأتعامل معه نلاحظ هنا تم عمل هايلايت أو تضليل على هذا الإليمنت الذي قمت بعمل سلكت له أو قمته باختياره أيضا نلاحظ هنا يتم عرض للتنسيق الخاص به على سبيل مثال هنا أيضا أستطيع أن نقوم بالتعديل على ملفات السي أساس مثلا كولور جرين نلاحظنا مباشرة يتم عرض لنا هذه النتيجة أو نتيجة هذا الكود الذي يهمنا نحن كثيرا في الجافا سكريبت وهو الكونسل لأن هنا يتم عرض لنا الأخطاء الخاصة بالجافا سكريبت هنا أستطيع أن نكتب أي كود جافا سكريبت أيضا نستطيع أن نصل إلى مثلا في مرحلة اللاحقة عندما نصل إلى الدوم يمكن أن نستخدم هنا جميع الدوال والفانكشنز التي توفرها لنا الجافا سكريبت إذن أي شيء متعلق بجافا سكريبت يمكن أن نقوم بتنفيذه من هنا على سبيل المثال هنا إذن كما نلاحظ هنا يتم عرض لنا أيضا هنا في الكونسل يتم عرض لنا الأخطاء هنا أيضا نستطيع أن نقوم بعمل clear الآن نرجع إلى الكود ومثلا أريد ربط هذه صفحة الاجتماع بصفحة CSS بسيطة حاليا هنا أنا لا أمسلك الملف style.css في مجلد المشروع أو في مجلد المشروع الآن إذا قمنا بعمل refresh سنلاحظ هنا سيتم عرض للخطأ هنا لم يتم التعرف على ملف style.css أو لم يتم إيجاد هذا الملف أيضا يعطينا ما مصدر هذا الخطأ يعني إذا كان لدي مشروع يحتوي على ملفات كبيرة فهنا يجب أن أعرف مصدر هذا الخطأ هنا على اليمين لدينا index.html إذن هذا هو الملف الذي يوجد به الخطأ وتحديدا في السطر الثامن الآن ننتقل إلى السطر الثامن إذن هنا لم يتم التعرف على style.css هنا غير موجود سنقوم بإضافته نرجع إلى متصفح نعمل refresh الآن قمنا بحل هذا المشكل إذن هذه فائدة الكونسول وأيضا elements حتى نستطيع أن نرى الكود شكله ونتعامل معه إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته